السلام عليكم زخار الحلوين اليوم موضوعنا نكون عن ألم أسفل الظهر هو ألم شائع بين الناس بس الجيد عباق عليه أنه 95% منه ممكن حله بطرق منزلية بسيطة فقط 5% بيحتاج لرعاية طبية أكتر هو الألم بيرافقه أحيانا ألم بالعضلات بتحس بتنميل بيوخز بحرارة أو حرقة أحيانا بيصب على الصاقين بيصير واحد عند المشي عند الإنحناء عند اللف والدوران كله هذا ممكن يزيد الألم طبعا إذا رافقوا مثل ما قلنا تنميل بالأطراف مشاكل بالصاقين أو بالأطراف بشكل عام أو إذا رافقوا مثلا حرارة إذا مثلا صار أن الواحد ما عاد يقدر يمارس نشاطه أبدا كمان إذا مشاكل بالمسانة مشاكل بالأمعاء مثلا مثلا كان الألم بسبب بعد حادث فهنا يجب أن يراجع طبيبه ليتأكد أن كل شيء سليم وطبيعي طبعا هنا المعرضين أكثر ليصير عندهم ألم أسفل الظهر هنا اللي عندهم العمر كل ما تقدم بالعمر كل ما تزداد هشاشة العظام وكل ما بيصيد ألم أسفل الظهر كمان اللي عندهم مثلا انضغاط أعصاب اللي عندهم مثلا التهابات مفاصل كمان اللي عندهم مثلا الحامل بسبب تغيير هرمونات وزيادة وزن المولود كمان اللي مثلا عندهم مثلا ما بيلعبوا رياضة نهائيا مثلا التوتر النفسي ممكن يساوي ألم أسفل الظهر مثلا الوقوف الغلط السجلوس الخاطئ حمل الأغراض بطريقة غلط هذا كل ممكن يؤثر مثلا إذا عندك الفراش تبعك كمان ممريح كمان ممكن يسبب لك آلام أسفل الظهر لما كمان اللي بيزيد احتماليته هو التدخين لأنه كمان ممكن يرافقوا سعال عطس ممكن يسير مثلا فتق بالدسك كمان ممكن السعال الخاطئ مثلا العطس كمان ممكن يساوينا فتق بالأقراس أو الدسكات كمان احتماليته هو السمنة المفرطة كمان بالنسبة للتشخيص الفحص السريري ممكن كمان تصوير فحوصات عصبية ممكن كمان فحص العظام ممكن كمان اختبارات دم وغيرها من الإجراءات اللي ممكن يساوية العلاجات هي بتتراوح بين إما تستعمل مسكنات الألام كمادات باردة بالبداية أول الوجع بعدين كمادات دافئة بعد يومين من الوجع كمان ممكن يخبرك تروح مثلا على المعالج فيزيائي ساوية أمرين رياضية لتقوي عضلات أسفل الظهر ممكن كمان يعطيك مثلا مرخيات عضلية في الحالات الشديدة ممكن بقى يلجأ لحقا الكورتيزون والعمل الجراحي حسب الحالة طبعا أنا وجدت الدراسات أنه 95 من مرضى ألم أسفل الظهر والذي يعاني من ألم أسفل الظهر أنه عنده نقص بفيتامين دال فإذا أخذنا فيتامين دال بعيار ألفين وحدة لأربعة ألاف وحدة يوميا مع ممارسة رياضة وشرب سوائل سيتحسن ألم أسفل الظهر خلال مدة شهر كمعدل ممكن أقل ممكن أكثر حسب استجابة كل شخص طبعا لا تنسى كمان تمتنع عن التدخين وتمارس كما تلك الرياضة مهم جدا الرياضة لتقوي عضلات أسفل الظهر وإذا فيه وزن زائد كمان تخففه هذا مهم جدا شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة